ما هو روح ضد المسيح احنا شفنا في رسالة يحن الأولى وهي كلمة ضد المسيح موجودة exclusively في رسالة يحن رسالة يحن أصحاح 2 رسالة يحن أصحاح 4 ويحنة الثانية آية 7 هذه الأربع شواهد المذكورة فقلنا ضد المسيح في آخر الأيام رح تيجي شخصية اللي فيها تجسيم كامل لكل ما هو شر لكل ما هو خداع لكل ما هو إنكار لهوية يسوع المسيح وهذا الروح الشرير أو هذا ضد المسيح المسيح الدجال إرساليته بكل بساطة هو حل فك تؤندو إرسالية يسوع المسيح يعني بكرر الجملة مرة تانية عشان المؤمنين يكون عندهم تمييز إرسالية ضد المسيح هي إرسالية حل تؤندو فك إرسالية أو المشن تبع يسوع المسيح بكلمات مبسطة إنه ضد المسيح وكل ما يحمل من أنظمة أدبية أخلاقية سياسية دينية من كل ما هذا هو كله يعمل ضد نظام يسوع المسيح ضد كنيسة الرب اللي هي بكل بساطة جسد المسيح على الأرض ورسول يحنى بيعلمنا إنه هذا الأمر مش ابتدى من اليوم بقول هي الساعة الأخيرة يعني من أيامه ابتدى هذا الشيء ومنشوف نبوات بتحمل في طياتها هذا التعليم وبتشوف هذا التعليم يعني مضمون أو مضمن بشكل أو بآخر في إنجيل متة صحح 24 يتكلم عن مسحاء كذبة وأنبياء كذبة إن أمكن يضل حتى المختارين وهكذا في إنجيل مرقص إصحاح 13 فإذن هذه هي أرواح شريرة بتعمل من خلال أنبياء كذبة ومعلمين كذبة ليدسوا بدع هلاك ويبعدوهم عن الحق الإلهي عن الحق الكتابي اللي هو يسوع المسيح موسيقى موسيقى موسيقى